كابتن الكبير كابتن تامر مصطفى وعكيد عايزين تسمعوا رأيه عن مباراة السوبر السوباية الأفريقي ليه الزمالك كسب ليه الأهلي خسر؟ السؤال بسيط وسهل أهو بص الناس كتير تكلموا في الموضوع ده طبعا وقرأوهم بصراعها رائعة جدا بس ناها في انتها هيبقى ديك بواجهة والناس كتير راحوا الحيثيات مختلفة يعني بص يا سيدي لو جينا هقولنا نادي الزمالك هنقول نادي الزمالك كسب عشان نادي الزمالك أول مرة من سنين طويلة جدا يبقى فاعل وبيلعب نادي الأهلي يبقى دايما طول الوقت فاعل ودايما طول الوقت نادي الزمالك من جوه كان فيه رغبة كاملة وكان فيه ثقة كبيرة انه عايز يكسب وخبالك حتى بعد الجول لما جيه بس دقتين تلاتة كان فيه لغبطة شوية لكن بعد كده عدل المصار والشوت التاني بصراحة قدى مباراة كبيرة ونادي الزمالك استحق بصراحة المكسب على الأداء وعلى الشخصية كمان اللي ظهرها جوه المباراة بصراحة دي أنا بحيهم عليها جدا اعداده نفسي كان المباراة كان هايل جدا تركيزهم كان هايل جدا أداءهم جوه المباراة كان هايل جدا هيظل برضو نادي الزمالك عنده شوية دفعات مهمة محتاج سردباك ضروري المكسب برضو مهم جدا يا كريم تعالج وانت بتكسر اسماع اللي بقول لك عليهم ما تبقاش السكنة سرقك ومع المكسب بقى احنا كويسين احنا بنكسى ومش عارف احنا مش نايسنا حاجة لأ نادي الزمالك محتاج وكسبنا الاهلي فاحنا خلاص وكسبنا السوبر فاحنا خلاص عملنا كل حاجة الزمالك محتاج سردباك مهم جدا جوه التيم محتاج حد فوق أشوال مهم جدا ورزيزه بقدر يكمل دور ورزيزه مهم جدا يبقى نادي الزمالك برضو محافظ على الشخصية دي ودي دي يبني عليها للمرحلة الجاية دي وجهة نظري في المكسب الزمالك انه كان عنده شخصية مختلفة انه كان فعل اول مرة من سنين طويلة لعب الاهل طول الوقت هو فعل طول الوقت عنده الرغبة في المكسب خبرات لعبته حسمت بصراحة وقفته في الملعب وحسمت شكله وحسمت الاداء وجومز طوعا مع الجرأة بتاعت جومز شوية فقدر انه يحسم المباراة انا قبل المباراة سألت قلت الموتش خمسين خمسين وقلت خبرات الزمالك مهمة جدا ويقدروا اللعبة يلموا بعض في وقت قصير ويقدروا يعملوا حاجة كبيرة تعال بقى للنادي الاهلي النادي الاهلي انا مش اكلم على قبل الجيم اللي حصل والاحتفال والكلام ده كله مش ده النادي الاهلي النادي الاهلي عادي جدا عادي جدا ياخد بطوله وتاني ياخد بطوله ما عندهش مشكلة خالص فما تبقاش دي الشماعة مش اللوه كب يحتفل بالدوري لا 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 ما تبقاش دي الشماعة اللي نقول يا جماعة اصد النادي الاهلي احتفل بالدوري فخرج بره تركيزه وبلغ اوه في الاحتفال ومش عارف ايه وراحوا عند مين وعملوا مين الكلام ده مش النادي الاهلي مش دي شخصية النادي الاهلي النادي الاهلي كان بيقب طوله النهاردة ثاني يوم بيقب بطوله عادي جدا معندوش مشكلة خالص صفحة جديدة وبتتقفل وهو طول عمره معودنا على كده باجياله العظيمة كلها اللي لعب في النادي الاهلي فانا مش اروح لحتة دي لكن انا اروح للنماطية شوية بتاعت كولر كولر خلينا نقول بس مدرب كبير او مدرب كبير وعنده ادوات وعنده ادواته بس النقطة في حاجة مهمة جدا ان انا وصلت التين بتاعي لنماطية ووصلته لشغل نماطية عادي جدا ما فيوش اي تطور الفرقة ما بتتطورش على المستوى الفني بمعنى ايه بمعنى ان النهاردة لو حسين الشيحات مش في حالته برسيته مش في حالته وسامة ابو علي مش في حالته انا عندي مشاكل كبيرة جدا جدا مش عارف اجيب جور خلاص امام مش في حالته با عندي مشاكل كبيرة جدا الصف الثاني في تقييمي للورا الصف الاول انا شاف ان فيه جاب شوية انا شاف ان فيه جاب شوية ما بين كوليت بتاع الصف الاولاني وكوليت بتاع الصف التاني وبعدين انت من بدر اوي انت رقمت لعبتك يعني بقى حسين رقم واحد وورا المغربي ريدا سليم بقى برسيته رقم واحد وورا طهر بقى إمام رقم واحد ووراء أفشا بقى أوسام رقم واحد ووراء انت رقمتهم من بدر قوي من بدر قوي بعدين انت ماشي هنا السنة لفاتحة الكلام ده لكن السنة دي كان محتاج دوافع مختلفة جواتيم كنت محتاج دوافع مختلفة على الأقل في الموتشون بتوع أفريقيا كنت تقدر تعمل روتيشن وتقدر توصل لشكل مختلف تقدر بقى فيه تنافس جواتيم بشكل مختلف خلاص لان انت محتاج اللاعبة دي رقم 3 ودين نقطة مهمة جدا ان انت النهاردة معايير تقييمك برضو في اللعبة اللي مشت مش حسن حال يعني عبدالقادر ما يمشيش ويتنظر أنا الشخصية اللعب اللي عنده حل فردي واللعب اللي قدر يشتغل واللعب اللي قدر واحد دد واحد يقدر عمل لك الفرد ما يمشيش بعدين انت صدرت نفسك مشكلة كبيرة جدا برضو في ان انت تجيب سردباكين أجاني طب أنا السؤال هنا وانت بجيب سردباكين وانت بجيب لعب أجنبي الأولى كريم انت بجيب لعب أجنبي عشان ايه عشان يبرقم واحد ويلعب ولا بجيبه عشان تعدو لا يبرقم واحد واخبالك فهجيبه عشان يلعب طب أنا جيبت اتنين أنا بوصل رسالة للناس الموجودة ايه واخبالك في رامي في عز في رامي ماشي في البيك بتاعه وماشي كواس جدا وفي ياسر برضو ماشي بصورة جيدة جدا فانت نهاردة بجيب اتنين أجنبي كان كفاية واس واحد أجنبي واحد مصري يقدر نتنافس مع احنا التلاتة مع الأجنبي اللي موجود إلا لو ثبت عكس الكلام ده كله ان هو ما يستهلش يلبس تشيرت النادي لها فانت مرضى شوية رسائل كده بسيطة كمالكشف داري ويوسف أيمل ويوسف أيمل فاتنين يعتبروا اتنين أجانب صح يوسف أيمل مصري لا أنا بتكلم في إياه في إياه كريم أنا جيبهم من بره كمحترفين فأنا مش جيبهم من يعني سيبك من النورة جنسيته آه مش من الفرقة يعني لا أنا بتكلم في إياه مش مصري فإحنا نقدر نتنافس ونقدر نشتغل أنا جيبه اللي هو الاتنين آه آه اللي هو جيبهم من بره جيب واحد من قطر وجيب واحد من الدور المغربي حصل يوسف أيمل كمان إعارة فأنت إعارة يعني أنت هتلعبه فأنت هتلعبه هتلعبه وأشرف دال أنت جايب دولي مغربي فاهم قصد إيه فأنت النهاردة لا أنا بتكلم في فكرة الأجنبية يا كريم يعني أنا صحيح عليها الأمر بس لا لا فهمت إن أنا جايبه من بره جايبه من بره فأنت النهاردة جايبه ليه آه فهم قصد لكن لو لعب مصري إياه دريقه في التنافس بعدين جايب يوسف إعارة خلاص وجايب أشرف دولي مغربي مغربي فأنت كده كده الوقت مش في صالحك إن أنت تقعد حد فيه فأنت اضطر تلعب الاتنين طب الرسالة اللي وصلت للدفنس أخبارها إيه بعدين يبقى عندك ثلاثة يعني عندك ثلاثة أول مرة لعبوا مع بعض في الدفنس النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية هتبقى مشكلة كبيرة يحيا ويوسف لو لعب وأشرف فبقى عندك ثلاثة فأربع مدافعين يعني محتاجين وقت جبير جدا فصدرت لنفسك شوية مشاكل ما لهاش أي لازمة وخبالك كان كفاية بس واحد أنا وجهت نظر هنا تعوض خروج عبد المنعم بواحد بس واحد مصري تاني معهم يكمل الدنيا بس أولي لكن بس أولي أولي اللتي وعنده ياسر إبراهيم وعنده رامر ربيعة لو جبت واحد بس هيبقى أشرف لا أنا بتكلم واحد مصري وأشرف داري وأشرف داري فهمت يبقى معك ربع أخر ما صدرش لنفس الإعارة دي أنا صدرت لنفس المشكلة إن أنا مضغوط إن أنا لعبه على حساب مين طيب على حساب مين في اتنين ماشين كويس اتنين مش ماشين بصورة سيئة جدا دي نقطة مهمة جدا زاد إن النادي الأهلي أنا لسه بقولك النمطية في الأداء بس وأخبالك إن أنت النهاردة التنافس ما بقاش بقى فيه جاب ما بين رقم واحد ورقم اثنين رقم واحد متطمن أو إنه هو هيلعب دايما طول الوقت كان دايما طول الوقت مزد أهلي جوزيه كان دايما طول الوقت إن دايما الناس عمالها بتغل وليس عم نفسها لأن اللي هيقع مش مكانه مش هلاقيه تاني وكله خايف وكله ألا